ابن رشد مركز دكتور رجب عبد السلام للنساء والتوليد يتشرف مركز ابن رشد بخدمتكم طوال أيام الأسبوع على مدار الـ 24 ساعة استقبال حالات الطوارئ والولادات الطبيعية والقيصرية عيادة خارجية للكشفات وامتبعة الحمل وتنظيم الأسرة في مركز ابن رشد اطمئني على جنينك بأحدث أجهزة الصنار رباع الأبعاد وكمان بيوفر مركز ابن رشد معمل تحليل مجهز لعمل كافة التحليل الممكنة وتحليل الأنسجة مركز ابن رشد يتميز بغرف عمليات مجهزة بأحدث الإمكانيات للولادة الطبيعية بدون ألم والولادة القيصرية بدون ألم والعمليات الكبرى لاستقصال الرحم والأورام الحميدة وجراحات المناظر التشخصية والعلاجية وغرفة رعاية خاصة للمتابعة بعد العمليات مركز ابن رشد بيوفر ليكم غرف إقامة متميزة بتناسب جميع الإمكانيات والأزواء مركز ابن رشد بيوفر ليكم خدمة طبية متميزة على أيدي نخبة من الأطباء المتخصصين على رأسهم دكتورة مروى عبد المولى الجندي مدرس أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب عين شمس ومجموعة من الممرضات زوات الخبرة والمهارة في مركز ابن رشد بيتم تطبيق أحدى سياسات التعقيم ومكفحة العدوى مركز ابن رشد خدمتنا لن ترضى عنها بديلا مركز ابن رشد شارع الجمهورية 23 يوليو المرج الجديدة مركز ابن رشد للنساء والتوليد أيدي في الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج هو والمجتمع طبعا في البداية برحب بالدكتورة مروى عبد المولى الجندي استشاري ومدرس أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب عين شمس أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور أهلا وسهلا أستاذ عمر طبعا منورانا كالعادة في برنامج هو والمجتمع يخليك طبعا حابين بس أننا ن masih نوضح للسيدة المشاهدين المواضيع اللي احنا تكلمنا فيها قبل كده طبعا تكلمنا عن استقصال الرحم أسناء الولادة تمام تمام وكلمنا طبعا عن مواضيع تانية كتير مثلا زي الحمل خارج الرحم يا طرى النهاردة هنتكلم عن ايه هنتتكلم عن مرض شائع جدا بين السيدات هو الأورام اللي فيها في الرحم الأورام اللي فيها في الرحم طبعا يعني ايه الأورام اللي فيها الأورام اللي فيها دي بتطلع من الرحم بتكون نتيجة تحور في الخلايا العضلية اللي موجودة في جدار الرحم ومرض شائع جدا وبيعتبر أكثر الأورام النسائية اللي بتحجي في الجهاز التناسولي النسائي شيوعا تقريبا نسبة 20% من السيدات اللي هم في عمر الحمل والولادة يعني بيحصل لهم لهذا الورم وكل لما تقدمنا في العمر بنجد أن نسبته بتبقى أزيد طب هل لي أسباب؟ ليه عوامل تساعد على ظهوره يعني مثلا هو احنا بنلاقيه أكتر في السيدات من عمري 30 إلى 40 سنة يعني السن اه بالضبط السيدات زوات البشر الصمراء بشر الصمراء بيكون نتيجة برضو التعرض لهرمون الاستروجين بصورة كبيرة والفترات طويلة يعني الحالات اللي بيكون فيها تأخر في الإنجاب تأخر في سن الزواج ما حصلش حامل خالص طول الحياة للسيدة ده بيكون بيعرضها لنسبة عالية من هرمون الاستروجين وبيكون ده سبب برضو لنمو هذه الأورام ليه عامل وراثي يعني بتلاقيه في العائلات يعني غالبا بتلاقيه السيدة أختها عندها مامتها خالتها فدي يعني بعض العوامل اللي بتساعد على ظهوره طيب هل يمكن أنه يتحول من مرض ليفي من ورم ليفي لورم خبيث لقدر الله؟ هو الأصل فيه أنه ورم حميد يعني الأصل فيه أنه هو ورم حميد لكن فيه نسبة أنه يتحول لورم خبيث آه موجودة بس هي قليلة جدا يعني احنا تقريبا بنقول من خمسة من عشر إلى ستة من عشر في المية يعني نسبة لا تذكر ولكن ما زالت موجودة عشان كده احنا بنحب أن المريضة اللي بتكتشف أن عندها هذا الورم لا تتابع ولو استقصلنا بالجراحة لازم نحلل الأنسجة عشان نتأكد أنه ما فيهوش أي خلايا خبيثة لقدر الله وده طبعا بيتم عندكم في مركز ابن رجد للنسة والتوليد؟ آه طبعا التشخيص والعلاج ده موجود عندنا في المركز طيب السيدة الحامل بقى وتحليل الأنسجة كمان السيدة الحامل ليه علاقة لموضوع الورم بالنسبة للحمل؟ هل فيه علاقة؟ بس طبعا هو الورم ليه تأثير على الحمل من بداية أنه هو ممكن أصلا يمنع الحمل أو يأخر الحمل يعمل إجهاض يعمل ولادة مبكرة وجوده في الرحم بيتعارض مع انقباض الرحم بعد الولادة فيؤدي إلى نزيف ما بعد الولادة طبعا ليه أضراره على الحمل والولادة؟ طيب السيدة بقى إزاي تعرف أنها عندها الورم؟ هو طبعا فيه أعراض بتقول أنها عندها حاجة مش مظبوطة فما تروح تكشف لكن في أغلب الحالات بيكون الورم بدون أعراض بتكتشف بالصدفة بدون أعراض؟ غالبا بيكون بدون أعراض لكن ليه أعراض؟ آه طبعا إيه هي بقى الحاجات اللي لو حصلت السيدة لازم تروح تزور الطبيب؟ نزيف نزيف رحمي أو نزيف مع الدورة الشهرية أو في غير أوقات الدورة الشهرية ألم شديد في البطن بتلاحظ مثلا أن فيه زيادة في حجم البطن ممكن الورم دون حسب مكانه يعني يعني إحنا دلوقتي فيه صورة نحب نتفرج عليها تقول لنا أنواعه وأماكنه وعلى هذا الأساس بنقول أعراضه يعني الصورة لو هتظهر معنا دلوقتي هي موجودة؟ حنبان هنا عندنا نلاقي فيه الورم ده ممكن يكون فوق في الجزء العلوي من الرحم ناحية السطح الخارجي ممكن يكون داخلي في بطنة الرحم الجزء الورم لما بيكون داخلي في بطنة الرحم بيكون أهم أعراضه هي نزيف نزيف مستمر أو نزيف مع الدورة الشهرية أو لما بيكون في جدار الرحم بيكون بيسبب الألام علام شديدة في الحوض لما بيكون خارج بقى السطح الخارجي على الرحم من فوق ده بيكون غالبا بدون أعراض أو بيؤدي إلى أعراض ضغط على المسانة ضغط على المستقيم لو كبير أو يوصل أن هو يضغط على الحجاب الحاجز فده بيؤثر على التنفس بتاعها فالمريضة غالبا يأما بتكتشفه بالصدفة يأما بتكتشفه لما بتروح تكشف نتيجة أنها بتعاني من نزيف أو ألم شديد أو صعوبة في التباول، صعوبة في التبرر، صعوبة في التنفس أو بتلاقي بطنع حجمها كبير لما بتكشفه لكل الحالات اللي حضرتك ذكرتها دي من ضمن الأعراض آه طبعا يعني دي الأعراض اللي هي ممكن تسببها الأورام اللي فيه لما المريضة بتعاني من أي من هذه الأعراض بتتجه للطبيب إحنا بقى بنشخصه إزاي؟ بنعمل كشف بالمواجهات فوق الصوتية سواء بقى المواجهات الصوتية فوق الصوتية العادية أو جهاز سلاسي أوروباية الأبعاد وده طبعا موجود عندنا في ابن رشد ده موجود داخل المركز؟ آه موجود طبعا داخل المركز ومتاح آه في بعض الحالات اللي بتبقى تشخصها أصعب شوية أو بنشك إن فيها يعني نسبة حدوث ورم خبيث ممكن نحتاج نعمل رانين مغناطيسية هذه الطريقة اللي بنشخص بيها أو زي المريضة بتعرفين؟ طيب المشكلات بقى المترتبة على وجود الأورام اللي فيها بالنسبة للسيدة؟ آه طبعا دي مشكلات صحية على الصحة العامة ومن اتجاه تاني على الصحة الإنجابية يعني على الاتنين؟ بالزبط يعني هو بيؤثر على السيدة على صحيتها العامة عموما وطبعا على الصحة الإنجابية وقدرتها على الإنجاب يعني إيه؟ يعني مثلا الصحة العامة إن الورم ده ممكن يسبب نذيف متكرر النذيف ده يؤدي إلى حدوث أنيميا لو هو كبير بدرجة إنه هو ضاغط على المسانة وعلى عنق المسانة وعملها مشاكل في التبول طبعا هيؤثر على صحيتها وعلى نفسيتها وحياتها الاجتماعية لو مؤثر ضاغط على الحالب بيعمل لها مشاكل في الكلا وتأثير على وظائف الكلا فدي بنعتبرها تأثير على الصحة العام من ناحية الإنجاب بقى والقدرة على الحمل والولادة طبعا هو لو موجود في مكان إنه قافل قنوات فلوب بيمنع الحمل في العنق الرحم بيمنع الحمل لو موجود في بطانة الرحم ساعات بيمنع انغراس الجنين وبالتالي بيمنع الحمل أو يؤدي إلى جهات متكرر موجود في جدار الرحم أو حجمه كبير ممكن يؤدي إلى ولادة مبكرة لو هو حجمه كبير وموجود في عضلات الرحم بيؤثر على انقباض الرحم بعد الولادة فيبدأت السيدة تعاني من نزيف بعد الولادة فإحنا دي كلها أعراض أو مضاعفات نتيجة وجود الورم الليفي ده بنشوف أساعات بتكون هي أول طريقة تتشخص بيها أو المريضة بتعاني من هذه الأعراض فبتكتشف إنها عندها ورم الليفي طيب هنرجع بقى للعلاج يعني في حالة إن احنا اكتشفنا بقى إن فيه ورم ليفي مشخصناه هنبدأ بقى في مرحلة العلاج بيتم إزاي طبعا هو العلاج لازم يكون نحن نشيله لو هو كبير لو هو مأسر على حياتها فبالتالي العلاج بيتحدد على حسب حجم الورم تأثيره على صحة السيدة عمرها رغبتها في الإنجاب ولا لأ وعدد الأورام الليفي اللي موجودة في الرحم قد إيه يعني احنا مثلا عندنا حاجة اسمها علاج تحفظي يعني إيه عليك تحفظه سيدة مثلا تخطط سن الإنجاب ما عندهاش رغبة في إنها تجيب أطفال تاني عندها ورم صغير 2 سنتي 3 سنتي مش عامل لها أي أعراض فبالتالي إحنا ما بنتدخلش بيها ولكن بننصح أنها تتابع لكن بيفضل موجود؟ بيفضل موجود بيتتابع كل 6 شهور تيجي تعمل كشف الموجودة فوق استوطية ونشوف والله طول ما هو على حاله وما فيش أي مضاعفات حصلت ما بنتعرض لهش بأي شيء سيبه زي ما هو لإنه وش عمل لها مشكلة والحالات دي بتبقى موجودة في مركز ابن رجد طبعا كتير لكن لو بدأ بقى مع المتابعة محمد وأنا بأكد على إيه المتابعة يعني أنا عرفت أنها عندها هذا الورم حجمه صغير ومش عمل لها مشاكل ده مش معناه أنه خلاص كده ننسى القصة لا لازم نتابع كل 6 شهور كل 6 شهور نيجي نكشف في حالة وجود مضاعفات هنبدأ بقى أن إحنا نشوف العلاج التاني نبدأ بقى متدخل بشكل آخر زي إيه؟ ممكن ندي علاج في أحيانا بندي علاج علاج هرموني بيخلي الورم دوا ينكمش في الحجم يخلي النزيف اللي بيحصل منه يقل فبتبقى فرصة أنها تعالج الأنيميا لو عندها أنيميا تصغر حجمه شوية لو هي نوية أنها تخش بعد كده جراحة فالجراحة تبقى خف شوية ولكن يعني غالبا إحنا ما بنلجأش للعلاج الدوائي دوا أو الهرموني ده لأن برضو ليه مضاعفات يتوقع الحل بقى اللي هو النهائي اللي هو الجراحة الجراحة دي على حسب برضو أنا ممكن أشيل الورم بس أو أشيل الرحم كله طب بحدد على أي أساس هل في حالات ممكن نحن نشيل الرحم كله طبعا كتير كتير بحدد على أي أساس على سن المريضة أولا رغبتها في أنها تنجب أطفال تاني ولا لأ الورم اللي في ده حجمه قد إيه عددهم قد إيه زي ما شفنا كده في الصورة اللي كانت معنا فيه ممكن الرحم يبقى مليان أورام لي فيه في كل حتة في الرحم طب أنا لو شلت كل الأورام مش هيتبقى حاجة في الرحم فيبقى الرحم غير صالح فأنا بحدد أن أنا هشيل الورم بس أو هشيل الرحم كله منعا على المريضة سنها قد إيه رغبتها في الإنجاب الأورام اللي فيها دي عددها قد إيه حجمها قد إيه وصلاحية الرحم بعد لما أعمل استقصال الورم طبعا ممكن أعمله بقى جراحة فتحبا أو من المنزار وده بقى اللي احنا بنعمله في ابن رشد عندنا طبعا وحدة مناظير بنعمل بها كل عمليات بالمنزار فاستقصال الورم اللي في بالمنزار للوقتي موجود وخاصة لو كان على السطح الخارجي للرحم بيبقى أسهل جدا نحنا نعمله بالمنزار في منزار تاني اللي هو منزار الرحم المريضة ترجع لحياتها الطبيعية طبعا يعني ميسة المنزار بقى إنه هو المريضة بترجع تاني بسرعة لحياتها الطبيعية الألم بيبقى أقل الفترة اللي تقعط فيها في المستشفى بيبقى أقل الوقت اللي بتحتاجه عشان ترجع تمارس حالتها الطبيعية بيبقى أقل بكثير بس احنا بنربط منزار معنى كده إن فيه أسعار عالية ولا أنت عندكم الأسعار لا والله مش عالية ولا حاجة وبعدين أي حد يجي من طرفكو يعني يا أستاذ عمر لي خصم خاص شكرا شكرا يا دكتور لكن احنا بننصح برضه المتابعة مش هتوصلنا للي احنا فيه ده يعني لو هو الورم نفسه وقدرنا إن احنا نعرف إن هو طبعا الحجم بتاعه طبعا في البداية قبل ما يتطور الموضوع نبدأ بالجراحة بالضبط فطبعا الوقاية خير من العلاج كلما كان اكتشفناه أصغر وفي مرحلة بدري كلما كان أسهل التعامل معي يعني وبنقلل نسبة المضاعفات يعني المتابعة بتخلي العلاج أسهل وبتقلل المضاعفات لو إحنا بقى لقينا إن لا الرحم الأورم دي كبيرة قوي السيدة خلاص تخطط مرحلة الإنجاب الرحم نفسه فيه مشكلة تانية هتخليه غير صالح بعد كده بنضطر إن إحنا نعمل إيه استقصال الرحم وده برضو ممكن يحصل بالمنزار على فكرة يعني يمكن الناس كتير ما تعرفش القصة دي لكن ده موجود وعند حضراتكم برضو في مركز الموجود آه موجود ده في حالة الجراحة يعني في حالة إن كان القرار الجراحة حديثا بقى فيه اختيرات تانية يعني بدأت إنها إيه تبقى متواجدة اختيرات بعد المنزار بديل الجراحة بديل الجراحة يعني إحنا قلنا فيه علاج تحفظي قلنا فيه علاج تحفظي إن أنا بدي علاج لا ما بديش علاج أنا بتابع بس طيب ما فيش أعراض أو إن أنا قدت علاج دوائي هموني أو إن أنا أعمل جراحة طب أنا مش عايز أعمل دولة 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 ده حديثا بقى فيه حاجة اسمها علاج بالأشعة التدخلين يعني يا دب يعني احنا بنخش بالأشعة بيعملوها بقى دكاترة الأشعة بيحقنوا حاجات فيه الشريان المغذي للرحم وللورم الليفي ده فالحاجات دي بتقفل الدم اللي رايح له وبالتالي يحصل ضمور في الورم الليفي ده بنعمله امتى لما بيكون مريضة قربت على سن قطاع الطمث مريضة فيها ورم صغير مش محتاجة انها تخلف تاني فده بيجنبها ايه العملية برضو فيه حديثا حاجة تانية عن طريق الأشعة التدخلية اللي هي احنا عن طريق الموجات فوق الصوتية والرانين المغناطيسي بنكسر الورم في مكان برضو نفس القصة الأورامة صغيرة اللي هي شكوتها بس شوية ألم ونقدر ان احنا نسيطر عليها بالموجات فوق الصوتية فاحنا دي الخيارات العلاج الدكتور بقى بيفصل العلاج على حسب حاجة المريضة يعني هي كل حالة لها على المعينة ايه هي شكوتها أساسا وايه ظروفها الاجتماعية وايه سنها وايه حالتها الصحية وايه الورم ده حاجة مؤدي ايه موجود فين بالزبط في الرحم ورم واحد ولا أكتر من ورم بيتالي الدكتور بيبدأ يفصل العلاج على المريضة تمام طيب يعني اذا اختيار المكان لازم يكون مهم مكان العلاج نفسه ان انا يعني مرش اي مكان وخلاص لازم يكون فيه متابعة لازم اختيار الطبيب لازم اختار لازم اختار الاول طبيب خبرة عنده امكانيات التشخيص اللي تخليني انا ابقى متطمنة وانا راح اكشف عنده وفي نفس الوقت لما اكون اقرر ان انا اعمل جراحة لازم الجراحة دي تكون في مكان آمن ومكان مجهز وابقى عارفة ان انا لو احتاجت اي تدخلات حتبقى متواجدة يعني طيب في حالة ان احنا علجنا الاورام دي او تم استقصالها هل فيه امكانية انها ترجع مرة تاني؟ اه للأسف للأسف اه ده من يعني شائع جدا اه شائع جدا الورام ده يرجع تاني ممكن يرجع في مكان تاني في الراحم برضو وممكن يجي في نفس المكان هي للأسف بتبقى فيها نسبة كبيرة ان هو يتكرر تاني عشان كده احنا بنقول ان احنا لازم نتابع يعني حتى لما بنشيره لازم نتابع ولازم نحلله بعيد تاني احنا قلنا في الاول احنا لازم نحلله تحليل الانسجة بالزبط عشان لو فيه اي بقر حبيسة نقدر ايه نكتشفها فالمتابعة والكشف الدوري والتشخيص المبكر بيخلي التدخل يبقى مبكر العلاج يبقى اسهل المضاعفات قال بتفرق بقى الطريقة اللي بيتم بيها العلاج ليه مرة تانية غير المرة الاولى ولا نفس الطريقة يعني المريضة جالها الورم برضو بالزبط برضو بنرجع لنفس القاعدة يعني ممكن يختلف العلاج في الاول عن التاني اه طبعا انا ممكن اشيل الورم ده لسيادة عندها 30 سنة لانه ورم كبير ومؤثر على قدرتها على الحمل تجيلي هي مثلا وهي عندها 55 سنة عندها نفس الورم بس حجمه 2 سمتي ومش عمل لها اي مشاكل مش هتدخل يعني لقيني الاورم الصغيرة دي بعد لما الست بتنقطع عنها الدورة الشهرية وتصل لسن انقطاع الطمس بتدمر الوحدة الهورمون الاستروجيني اللي بيخليها تكبر ده بيقف وبالتالي بيحصل فيها ضمور فممكن ما تحتاجش انها تتدخل حتى لو رجع بنرجع للقاعدة طيب لو نصيحة بقى من حضرتك بقى طبعا ايه للسادة المشاهدين لأي مريضة عندها اورامل فيها تتعامل معها ازاي لازم نكشف يعني السيدة اللي اكتشفت بالصدفة انها عندها اورامل فيها لازم تروح لدكتور علشان يكشف عليها يقيم حالتها يشوف ايه الاعراض اللي بتتعالج منها هل هي محتاجة علاج ولا لقا هل هي محتاجة تدخل جراحي ولا لقا وهل لو محتاجة ايه نوع الجراحة اللي هي مناسبة لها والدكتور هو اللي بيحدد ده طيب في مبادرة حضرتك يعني ايه حبيدة الفتي للنظر اليها وهي مبادرة من مركز ابن رجد للنسا والتوليد بتتعامل مع برنامج هو المجتمع حابين بس نوضحها ايه هي المبادرة طبعا من عمد حضرتك احنا بنقول ان احنا عاملين عرض الستاذ عمر وبرنامج هو المجتمع ان في عشر حالات هو يرشحهم لنا ان شاء الله يبقى الكشف عليهم مجاني عندنا في العيادة وفي ابن رجد ولو في احتياج لتدخل جراحي برضو حيكون ليهم نسبة خاصة طيب واحنا برضو بنقول لستاذ المشاهدين ان طبعا الارقام بتاع مركز ابن رجد موجودة معنا على الهواء وبرضو ارقام بالنسبة الخاصة بالبرنامج هو المجتمع برضو ان شاء الله موجودة معنا وصفحة البرنامج برضو هو المجتمع مع عمر الجبالي طبعا احنا بنستقبل الحالات ديت بنستقبل طبعا الحالات ديت وبرضو كان في معنا صور برضو خاصة برضو يعني برضو بايه بالحلقة برضو هنبص عليها برضو والدكتورة هتعلق عليها دي الصورة معنا الاخيرة احنا بنشوف زي ما احنا قلنا العلاج بالاشعة التدخلية دكاتورت الاشعة بيدخلوا من الشريان المغزي للرحم والورم اللي فيه بيتحقل فيه حاجات تقفل الدم اللي رايح له وبالتالي ما يبقاش رايح له اي تغذية فيحصل فيه ينكمش ويحصل فيه دمور طبعا بشكر حضرتك جدا دكتورة مرو عبد المولى الجندي استشاري امراض النساء والتوليد والعقم وكلية طب بعين شمس بشكر حضرتك جدا ان شاء الله اللقاء يتجدد مع حضرتك طبعا ارجو ان تكونوا قد استمتعتم بحلقة اليوم على امل ان شاء الله ان احنا نلتقي بكم في حلقات اخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى